موسيقى مساء الخير إلى حلقة جديدة من مانشات المساء ضيف هذه الحلقة المدير التنفيذي لملتقة تأثير المدني زياد الصائغ إذا تركنا للأرقام أن تتكلم في أزمة اللجوء السوري فلا التباس في خطورة ما هو مقدم لبنان عليه وإن تركنا للمسؤولين الكلام فالغرق حتمي في خطط لا تنفذ وتخبط في السياسة ومع استثماره في السياسة وغض نظر عن قرارات دولية لا تصب في مصلحة لبنان لإعادة اللاجئين ليصبح لبنان ملاذا لكل أنواع اللجوء والنزوح على مدى أسبوعين تقلب المشهد الداخلي على سخونة أمنية ناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين واشتباكات مخيم عين الحلو الفلسطيني لكأن في هذا التزاوج في ملفين يحملان أبعادا إقليمية ما يعرض لبنان لرياح عاتية وتهديدات وجودية اللجوء السوري كما لم نقرأه في الكتب إنما كما نشاهده في الواقع وضع لبنان أمام ما يصفه المسؤولون بأزوة وجودية ما هي المضاعفات الديمقرافية والاجتماعية والأمنية والسياسية ومن المسؤول عن حل هذه الأزمة اشتباكات عين الحلوي أعادت السلاح الفلسطيني إلى الضوء هل هي مع ارتباطاتها الخارجية وهل من حل قابل للتنفيذ وغني عن السؤال عن الوضع المالي والاقتصادي فوفد صندوق النقد كفة ووفة والسلطة كأنها لم تسمع ولم ترى يسعدني أن أصطدي في حلقة الليلة من منشاة المساء المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ نرحب به بالستوديو أهل وسهلا فيك ونرحب أيضا بكل المستمعين والمشاهدين عبر vdl.me وvoice of Lebanon 100.5 مساء الخير وأهل وسهلا فيك استاذ زياد سؤال اليوم أكتر من مليونين ونصف المليون سوري بلبنان يعني عمليا نصف تقريبا نصف الشعب اللبناني منتشرين بكل المحافظات اللبنانيين الرقم لا يستهان به منذ بدء حركة اللجوء هناك إجمع بيقولوا أن هذا بشكل تهديد وجودي هل فعليا هذه الأرقام هذه التحذيرات واقعية ما بعرف أنه جبت الرقم مليونين ونصف يمكن أربع مليون ما بعرف ويمكن مليون ما بعرف أخطر شي صار بلبنان بال11 سن الأخيرة بموضوع اللجوء السوري واستعملنا خطأ كلمة نزوح هو أولا عدم دراسة القطرة الاستعابية للبنان قبل استقبال النازحين وتانيا عدم القبول بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة على الحدود لما يعني منع التشتيت النازحين في المجتمع اللبناني وأنا أستخدم النازحين لأن هذا مصطلح الرسمي مع عدم موافقة عليه وثلاثة عدم توقيع اتفاقية التعاون مع المفوضين العليا لشؤون اللاجئين لتنظيم الوفود ولتنظيم الوجود وعدم تكليف البلديات واتحادات البلديات بليس فقط إجراء المسح ولكن أيضا الإطلاع على أوضاع النازحين السوريين ضمن نطاقاتها الجغرافية خامسا عدم ضبط سوق العمل وتنفيذ القوانين المناعية الإجراء وإذا كان لابد من دخول كتلة عاملة إلى سوق العمل اللبناني وهذه تاريخيا موجودة بالعمل الموسمي اللي كانوا يمرسوه مواطنين السوريين قبل الأزمة كان بقطاع البناء أو قطاع الزراعة أو قطاعات أخرى كان يجب أن يكون لديهم إجازة عمل وإقامة وكله هيدا متفلط منذ العام 1992 بعد اتفاق الطائف وتوقيع الاتفاقيات يلي بين المجلس الأعلى للبناني السوري واتفاقية الأخوة والصداقة ولكن بكل أحوال خليني إليك مش المسؤولين أطلقوا أول مرة كلمة خطر وجودي نحن أطلقنا الناس اللي بيشتغلوا أكاديميا وعلميا بالسياسات العامة نحن أطلقنا هذا الكلام ها أول نقطة خليني بس توضيح النقطة نقطة تانية شو يعني خطر وجودي؟ بدنا نحدد الخطر الوجودي يتهدد لبنان على كل المستويات نعم ولكن ليس فقط بسبب النزوح السوري بسبب سوء الحوكم للمنظوم السياسي ولتحالف المافيا الميليشي القائم في لبنان يلي أدى بنا إلى ما نحن فيه أضف إلى ذلك وأنا حزين أن أقول كل المقربات الإعلامية اللي عم تقدم بموضوع النزوح السوري أتأسف أن أقول هي بعيدة عن الاشتباك مع سبب ما وصلنا إليه وهي تشتبك مع كل القوى التي يجب أن تتعاون معها للتخفيف من خطر الوجودي على لبنان للنزوح السوري ويمكن أن أستفيد بتفصيل أنواع الخطر والجهات التي يجب أن يتعاون معها لبنان والجهات التي يجب أن نصوب عليها والتي أوصلتنا إلى ما نحن فيها هناك عدة أفريقاء عم يستثمروا بالسياسة في ملف النزوح سلم تميك عظيم اليوم إذا بدك تقول النظام السوري حلفاء النظام السوري حزب الله البعض بيعتبر أنه نظام السوري معروف ما وقفه ما بده إعادة للنازحين بده إعادة أعمار بده أموال بالتالي اليوم حزب الله كمان يمكن لا يريد أن يضغط على النظام السوري ما بده يكون في معه اشتباك وبالتالي يكون عنده ضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري هل التطبيع اليوم بيؤدي إلى حل أزمة النزوح؟ لا بنروح بالرأي العام اللبناني بنشتبك مع المفوضة ومع المسؤولين ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مجلس الأمن الدولي الاشتباك يجب أن يكون على قاعدة رؤية واضحة وأنا أثني على ما قدمته بعض القوى السياسية من حزب الكتائب حزب القوات البنانية حزب التقدم الاشتراطي بعض نواب التغيير قدموا مقاربات منتزة لكيفية مواجهة هذا الخطر الوجودي وصوبوا على السياسة العامة التي يجب أن تتبع في لبنان هلأ السؤالي اللي سألتي لي يتعلق بالنظام السوري وبحزب الله في تقديري أنه الشمس طالعة والناس أشعر نعم للأسف بدل الاتفاق اللي صار باللجنة الخمسية العربية وطلب إلى النظام السوري يعني يسهل عودة النازحين إلى سوريا عم نشوف نزوح معاكس بالقلب وبنفس الوقت مش بس عم نشوف نزوح معاكس عم نشوف إعادة انطلاق القوارب غير الشرعية من الشواطن الشمالية للبنان لأنه في شبكات من العصابات المنظمة في الداخل السوري وفي الداخل اللبناني وهي دي عندها غطأ ومش غريب أبدا كان وقت حكة الأجهزة العسكرية والأمنية أنه بتكون ساعدونا شوي كمان لألنا لأنه نحن عم نرك القبض على على قادة وأفراد هذه العصابات ولكن فجأة بعد يومين أو ثلاثة أو أوقات بعد ساعات في عملية إخراج لألهم تحتى يمارسوا دورهم طيب السؤال المطروح من يمسك بالقرار في لبنان لإخلاق سبيل هؤلاء بعد ساعات أو بعد أيام هذا شو بيعني هذا بيعني أنه فيه طواطق من المنظومة السياسية في هذه القضية ومش مضبوط أبدا أنه سبب دخول النازحين السوريين المتجدد الآن يتعلق بالبعد الأمن في سوريا هو يتعلق بالبعد الاقتصادي ولكن أخاف أن يكون أيضا متعلقا ببعد سياسي لتوجيه رسائل سياسية في لبنان إلى اللبنانيين من لبنان إلى العالم العربي ومن لبنان إلى المجتمع الدولي خلينا نفصل هذه الرسائلة لبنان شو المطلوب أنه نحن قوى الأمر الواقع نحن نمسك بالحدود ونتصرف بها كما نريد هاي أول رسالة لبنانيين أنه إذا فيه حدا عم بيفكر بترسيم حدود مع سوريا يوما ما وضبط هاي الحدود نحن عم نبلغوا ألا أنه قوى الأمر الواقع هي قادرة على الإخلال بهكذا نوع من ترسيم انطلاقة من المعابر غير الشراء أول رسالة لبنانيين في رسالة تانية للبنانيين أنه ما في إمكانية لحل الأزمات في لبنان دون تقديم تنازلات للمحور الإيراني السوري وقد يكون هذا استثمار سياسي أيضا في المعرك الرئيسي نعم على مستوى العالم العربي أنه طلبته من نظام الأسد أن يعود إلى جامعة الدول العربية وعاد إلى جامعة الدول العربية وشارك في القمة العربية في المملكة العربية السعودية وبعدين شكي للتجنة الخمسية لتتابع مقررات القمة العربية الأخيرة عم بيطالب النظام السوري بتمويل الأعمار وبتوفير أموال مش بس للأعمار كمان لصموده لأنه اليوم في أزمة عند روسيا وفي أزمة عند إيران في أزمة في أموال براتيجي بمطرح تاني أنتوا ما رح تعطوني أموال أنا التعهدات اللي قمت بها مش رح أقل لكم رح خل فيها فقط رح أعمل لجوء ونزوح عكسي بالقلب وسأؤكد عمليا على إغراق لبنان يلي في محاول لأنقاذه أما بالمستوى للمجتمع الدولي أنا بدي حيلك لتصريحات وزراء ونواب لبنانيين من محور الممانعة واضح بكلامهم ومن التيار الوطن الحر واضح بكلامهم أنه نحن رح نفرجيكم شو رح نعمل رح نفتح أبواب الهجرة غير الشرعية هذا كلام موجود هذا كلام خطير كمان مش أنا قلته أثار أنه تفتح كل هذه المعابر غير الشرعية للدخول النزوح السور رح يصير عندك تغيير ديموغرافي رح يصير عندك تغيير لهوية لبنان وبالتالي رح توصل لنقطة تانية أنت تتعلق فيه الدستور اللبناني الدستور اللبناني شو بيقلك؟ يا سيدتي الدستور اللبناني بيقول ما فيه توطين شاك؟ مظبوط أولا ما ناخد الموضوع السوري مثل الموضوع الفلسطيني المقارنات لا تجوز رح أقول لا لأنه لا جغرافيا تجوز ولا قانونيا ودستوريا بالمعنى الجيوسياسي تجوز بس بالأداء الدولي أستاذ خلينا أنا أثني على ما قلته في الأداء الدولي لأني عم متوجه ملاحظة للأداء الدولي كلنا لدينا ملاحظات على الأداء الدولي ولكن كل دولة بتحترم حالة تقوم بما يسمى الدبلوماسية المبادرة والدبلوماسية المبادرة تقوم بأعداد ملفاتها بدقة وتذهب لمخطبة المجتمع الدولي مش بشعارات وجدانية ولا ببكاء تاخد معها أرقام ذكرت بالمقدمة يس الدعاء مليونين ونص أنا قعدت لك السؤال من وقت جبتها الرقم هل هذا الرقم حقيقي ولا يمكن يكونوا أربع مليين ده ما حدا يقول لي أنت عم تخفف من الوقع بس يمكن يكونوا مليون ونص يمكن يكونوا مليون السؤال هل نحن نملك قراءة موضوعية وعلمية في السياس العام لكيفية معالجة أزمة نزوح السوري منذ العام 2011 لها ونحن تخلفنا عن ذلك هل نملك هذه القراءة السياسية العلمية والموضوعية ووضع حلول الآن لتنظيم الوجود بداية تحتى بعدين النظم العودة أو بالموازات من النظم العودة هيا كله ما عم يتم هيدا مظبوط هلأ كان فيه آخر جلسة للحكومة يلي بحثت بيه اللجوء السوري وأخذه قرارات عندك مشكلة على صعيدين عندك مشكلة لبنان علاقته مع قصة مفوضية اللاجئين اتنين عندك قصة أنه لبنان ما أخذ قرارات مسبقة البلدية ما معها مصاري لتعملك أحصاء ما عندها تمويل كميل لتقدر تضبط ويكون في عندها أجهزة تقدر تضبط وجود الفلسطينيين بالتالي في عندك عجز يعني ما عندك عدد نهائي لعدد السوريين بلبنان هي أول شي الداتا ما سلمت المفوضين للحكومة اللبنانية هيدا أزمة تانية بالتالي كيف بدك هذه الحكومة أنا ما عبطي فعلك عن الحكومة بس عم بقلك شو مجريات الواقع الحكومة تجاه هذه الأزمة في ثلاث مستويات عندما يكون الخطر وجودي بحدا بيتحدث عن إمكانات بدي أعتزر من البلديات واتحادات البلديات بدي أحملهم مسؤولية حتى بيظل تراجع الإمكانيات هن عندهم مسؤولية أن يحافظوا على النطاقات الجغرافية تبعهم أكان على المستوى الأمن وإن كان على المستوى الاقتصاد بس هيدا كمان تنظر بخلافات اجتماعية لبنانية سورية بدون يتحملوا مسؤوليتهم البلديات وما حدا يخبرنا أنه ما عندهم إمكانات بالإمكانات المتوفرة بمرحلة الأزمات تتضامن الناس مع بعض البعض وبتقوم بالعمل يلي يجب أن تقوم به ضمن نطاقات عملها الجغرافية أولا وفي دور كمان لهيئات المجتمع المدني إلا دور أنه تساعد كمان البلديات في دور الأجهزة العسكرية والأمني نقطة الثانية فيما يتعلق بالسياسة العامة المركزية وذكرت الاجتماع الأخير للحكومة اللبنانية خلص الاجتماع طلعت ورقة العمل من ثلاثة أسابيع لها في حدا يخبرني شو تطبق من ورقة العمل سفر فإذا في ورقة عمل أنه نحن عملنا ورقة عمل والعكس ورقة العمل كان أحد الاهتمامة الأساسية فيها هو تهديد المجتمع المدني أنه نسحب العلم والخبر للجمعيات هيدا ما حدا انتباه له هيدا البند وأنا بتفاجأ كيف وزير الدخلي والبلديات قبل بهيك بند خصوصاً وقتاً بيعرف أنه هيدا بيخضع للاستنسبية ومش مظبوط أنه هيدا يمكن ضبطه بمعايير في ظل غياب الحوكم السليمة في لبنان كمال تحويل الأنظار ووضع الاشتباك مع المجتمع المدني هلأ في أخطاء ارتكبتها هيئات في المجتمع المدني تحاسب عليها نعم إذا أخلت بالقوانين اللبنانية لما لعيد الإجراء ولكن تحويل الموضوع إما اشتباك مع الأمم المتحدة إما اشتباك مع المجتمع الدولي وأما اشتباك مع هيئات المجتمع المدني دون النظر إلى الجهات الأساسية التي تشكل قوى الأمر الواقع والتي تمسك عملياً بهذا الملأ فالسرعة يمثال بسيط ياسد دعاء صورت قيل أكتر يمكن من مليون مرة ومنهم على هالمنبر فيه ستمائة ألف نازح سوري ممكن أن يعودوا إلى منطقة القلمون والزبداني والقصير هاي المنطقة مين قاعد فيها ومن يمنع عودة هؤلاء بدي يجوض على هيدا السؤال خلينا نبلش من هون هذي القوى اللي عم بتقول إنه فيه حدا عم بيعطل العودة يلي هو المجتمع الدولي عم نقلنا نحن ببساطة وهي قوة أمر واقع في سوريا إنه خلي هاي المناطق أنتوا قاعدين فيها وعم بتحدث عن حزب الله وعم بتحدث عن القوى أيضا الحليفة لحزب الله وعم بتحدث ربما لوجود روسي بهالمنطقة ما بعرف طيب هاي القوى تتفضل انطلاقة من المصح الوطني العليا تبدأ معالج تعودة هؤلاء بالدرجة الأولى هيدا بيساعدهم وبيساعدنا إذا قابل لاشنا من هون كل هاي الكلام في كتير من الدماجوجيا في كتير من الشعبوية في كتير من الارتجال هلا دور الجيش اللبناني بهالنقطة يعني قائد الجيش كان واضح عم بقول لأنه في 80% بيقدر يضبطو في 15% مش قادرين عنصر الشباب يلي هو عم بيفوت أكتر شيء إلى لبنان بالتالي قديش عندك خطورة من عنصر الشباب السوري يعني يكون موجود بهالكثرة بلبنان الله يخلينا الجيش اللبناني وقالله يساعد الجيش اللبنان لأنه بالإمكانات ليش ما عنده قدرات خطوات راديكالية ليه يقدر يكون عم بمنع المردين أولا الجيش اللبناني يعلن يوميا عما يقفه من شبكات وكيف عم بيقدر يسكر بعض المعابر غير الشرعية يعني عم بحاول يقوم بما يستطيع بيه ضمن الإمكانات المتوفرة وربما نحتاج تفعيل عمل الأبراج الموجودة على الحدود مع سوريا هيدا بيساعد وهيدا بيترك لقياد الجيش على رارف النقطة التانية في كلام الأجهزة العسكرية والأمنية كان بالجلسة الأخيرة لمجلسة وزراء هو يتعلق بالمهربين عم بيقولوا أنه نحن عم نلقي القبض عليهم بعدين عم نخرجوا أما بكفالات أما بوسطات طيب هيدا كمان بتدل أنه المنظوم السياسية متورطة يعني القرار السياسي غير مؤمن للجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الثلاثة يلي هو الأخطر كمان نقل مسألة المعابة غير الشرعية من الحدود البري لتحويلها إلى قوارب إجراء شرعية على كمان على الشواطئ البحرية الشمالية طيب هيدا الشبكة بدل أنه فيه مسار جاي وسياسي ماشي إما أولا للربح يعني الاستثمار المالي يعني العصابات آخر شي بتستثمر ماليا وهيدا جزء من الجريم المنظمة التي يعقب عليها القانون اللبناني والقانون الدولي إما للاستثمار السياسي تحت ينعطي إشارة أنه نحن مكملين نفتعل أزمات في لبنان إلا إذا بتقبلوا طرحنا السياسة بإنهاء الشغور الرئاسي كما نريد وهيدا يمتد كما ذكرتي إلى مخيمة الحلوة وإلى قضايا أخرى وفيه رسالة بنفس الوقت استثمار بالاشتباك يلي صير مع العالم العربي ومع المجتمع الدولي هاتلت مستويات بدنا نقربهم بنفس الوقت بشكل كومبريانسيب بشكل متكامل وإلا التجزئة واعتبار أنه فيك تعالج كل شقف لوحدة لا يدل عمليا على لا كراءة موضوعية ولا كراءة شاملة ولا قدرة على البحث في الحلول وبتقريلي في حلول نعم في حلول بس مش هيدا المنظومة رح تعمل الحلول لأنه هي هي متورطة في وضع لبنان في هذا المحور بهذه الطريقة البعض بدافع بيقول أنه لبنان عمل عنده مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين وقعها سنة الألفين وثلاثة أنه كل طالب لجوء بيعمل إقامة مؤقتة وإذا ما بيرجع فيه رده من بعد فترة محددة الأمن العام هذه المذكرة التفاهم لم يتم تطبيقة عمليا من المسؤول ليش لا يتم تفعيل مثل هذه المذكرة اليوم أولا على علمي هذه المذكرة وقعت إبان اللجوء العراق اثنين هذه المذكرة كان يجب إجراء تيويم عليها تجديد لها لأنه بيكتوري الواقع المختلف تالتا تأخرنا جدا في فتح الحوار مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ورفضنا في العام 2015 توقيع مذكر التفاهم كان طرحها مجموعة من المتخصصين في السياسات العام وإذا أنت بدك تلزم مفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذهاب ليس فقط إلى احترام المعايير الدولية ومجيبات الأمم المتحدة في التعاطي مع مسألة اللجوء والنزوح يجب عليك أيضا أن تلزمهم باحترام سيادة لبنان وهيدا بده بحث مشترك إيش عمين يخبرنا من المنظومة حينها أنه إذا بتوقع بروتوكول تعاون أو اتفاقية تعاون أو مذكر التفاهم أنه أنت بتكون عم توافق على اتفاقية 1951 عم تتحول بلد اللجوء مثل يلا عم بيثار هلا بمسألة ما أسميها إفادات سكن خير هايدا ما اسمها إفادة سكن هايدا اسمها حتى تعرف المفاوضين على شؤون اللاجئين وعم بحكي علم مش سياسي عندي ملاحظات على المفاوضين على شؤون اللاجئين من هلا على مئة سنة بس عم نحكي علم بتاعرف وين قاعد عن وينه كيف عم بيتلقى المساعدات وبعدين هايدا الداتا هاي زيتا بتتسلم للدول اللبنانية لأن الدول اللبنانية بال2015 قلت أنا ما بدي سجل وانا ما بقى بدي أعرف وين قاعدين وانا ما بقى بدي اتبعهم هلا اليوم شو عادة ما بدا صار الدولة بدا تعدادين لأنه أول شي جل من لا يخطئ والاعتراف في الخطأ فضيلة اثنين تحت توقع ضغط الشعبي و متابعة الرأي العام والإعلام لهذه المسألة ثانيا ثالث ما بدنا نخبّي كمان إنه فيه استثمار بالسياسي لهذه المسألة خليني قالك مظبوط في خطر وجودها على لبنان بسبب أزمة النازحين السوريين بس في خطر وجودها على لبنان أيضا بسبب السلاح غير الشرعي وبسبب وجود إديولوجيا عم تحاول تغير هوية لبنان عظيم بس كمان اليوم بالمخيمات السورية عم بيكون فيه سلاح هذا متروك للأجز الأمنية إنه تعلن عنه وتتابعه ولدي كل الثقة بالأجهز الأمنية والعسكرية إنها تقوم بعملها في هذا الصياق أنا من متخوف من وضوع الأمن لأنه أعتقد إنه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي راح يضربوا بيد من حديد كل من يحاول الالتفاف على ما تبقى من هدوء وأستقرار في لبنان بس أنت شفت تجربة الجيش اللبناني السيد زياد الصائغ بمعالجته للوضع بالمخيم عين الحلوة اليوم عمليا عندك مخيم واحد فلسطيني صار فيه اشتباكات على عدة مرات مرتين وبالوقت عندك كتير مخيمات سورية بمنطقة البقع بالشمال وين ما كان وفيه سلاح بالتالي اليوم وين فيه سلاح بالمخيمات عب بيصير فيه ضبط سلاح برجع بقول لنتكل على الأجزة العسكرية والأمنية بقيادة الجيش اللبناني أن يضعوا حد لتفلت السلاح وانا تمنى أن يتم وضع اليد والضرب بيد من حديد على كل أنواع السلاح غير الشرع في لبنان بدي ميز بين السلاح الفلسطيني اللي هو سلاح تاريخي ومشلش باللبنان داخل المخيمات وخارج المخيمات وبين موجات ربما من التسليح لمخيمات السوريين بدي ميز بيناتهم لأن المقارنة ووضعهم في نفس الخانة باعتقد في السياسة العامة يحتاج الكثير من التسليح بس لما بيكون في مخيمات وفي سلاح بعد في مجال ينحكى عن مخيمات بوجود إنساني بنظرة اجتماعية أقل إذا بدك تقول فيها نوع من المساعدات لما بيكون بعد في سلاح يعني بيصير واحد يتخيل أكتر لاتجاه للتهديد الأمن للمنطقة المحنة وموجود مش نهيك قلت أنه علينا أن نتكل على القبضة الحديدية للجيش اللبناني في معالجة هذه المسائل باعتقد تحويل تحويل كل مفهومنا للوجوء السوري واعتباره أنه لوجوء معسكر كمان هذا بودينا الدعاء على شي خطر بالبلد باعتقد في حكم كتير كانت كتير من الإيدات اللبنانية من المجتمع المدني يقول أنه نحن ما رايحين بعملية اشتباك مع الناس حين السوريين لأنه في حدا بدي ورطنا باشتباك مع الناس حين السوريين وفي حدا بدي استثمر فيه بالمعنى المذهب والطائف كمان وهذا شي خطير فلننتبه على قليلية المعالجة بين القوى المجتمعية الحية بين القوى السيادي الإصلاحية بين الأجهز العسكرية والأمنية أولا تحتى نقع على الرقابة الصارمة والقاسية ونمنع حالة العسكرة هي بدرجة الأولى ثانيا نؤكد على أنه هذا الوجود للنزحين السوريين هو وجود مؤقت والعودة هي الأساسية ويجبع عم نعمل على العودة وثالثا تفادي أي احتكاك دموي لأنه في حدا لتجهيل أولا ما يتعرض له لبنان من تغيير هوي لتجهيل من سرقة ودائع اللبنانيين لتجهيل تحويل لبنان إلى منصة كابتاجون وتصدير أسلحة ومقاتلين غير شرعيين عابرين للحدود في كل الدول العربية لتجهيل كل هذا بد يحاول يحول اليوم الأنظار كله ويعتبر أنه المشكلة الوحيدة هي مشكلة النزوح هي هي أحدى المشاكل البنيوي الخطر على لبنان وجودي في هويته ولكن بنفس الوقت يجب أن نقرأها ضمن صياق الانقضاد على الكيان اللبناني بكل مكوناته وبكل هويته الحضرية عمليا لما تجي بتحكي بالانقضاد على كل لبنان كم يوجد دعم خارج إذا بدك تقول أولا كأنه في قرار دولي بخلص أنه هذا الوجود السوري بيضل موجود في لبنان ورح يكون لبنان مثل مقال وزير خارجية كبروس أنه هذا لبنان هو حاجز يقف هو اللي خليها السوريين هون وهو بيكون في حاجز من منع تدفق النازحين السوريين إلى أوروبا إلى كبروس وما شبه بالتالي في قرار دولي اليوم يشجع السوريين على البقاء في لبنان خدوا مصاري وخليكم موجودين في قرار دولي بعدم الاعتراف بالعجز بإنجاز حل سياسي بسوريا بما يسهل عودة النازحين السوريين حتى مع الحل السياسي بسوريا عمليا سوريا اليوم ماش متل ما كانت قبل اليوم سوريا عندك عدة مناطق نفوذ موجودة فيها بالتالي كيف بدك ترد النازحين السوريين عندك اليوم معظم السوريين في لبنان هن من الطائفة السنية ولا لا شو المشكل المشكل أنه وين بدك ترده يعني إذا بدك تيجي تاخذ المناطق كيف صارت مفروزة بسوريا صار فيه صعوبة اليوم أتأسف أول شيء أتأسف أنا أقول أنه أنا يعني مش رح أنساق لفكرة من الطائفة السنية أو من الطائفة غوض من نتيجة نازحين سوريين الكلام عن الخطر الديموغرافي أتفهمه وأنا استعملت أول واحد بالإعلام كلمة في خطر وجوده على لبنان أنا أول واحد استعملتها بالإعلام من ستة شهر ولكن بنفس الوقت يجب أن لا ننساق للمقاربة الطائفية المذهبية لماذا؟ أولا لأنه هذا يعيد الاعتبار للذاكرة اللبنانية المشحونة ويعيد اللعب على الوطر الطائفة يجب أن ننطلق منحق هؤلاء بالعودة ومن حق الدولة اللبنانية في فصل سيدتها وبعدم قدرة لبنان على تحمل آي عبائي أنا لو كانوا أعود النسحين سوريين مسيحيين كمان كانوا عندي نفس الموقف ولو كانوا دروز نفس الموقف ولو كانوا شيعة نفس الموقف مش لأنه من الطائفة السنية بدأت عطى معهم على أنه وضعهم مختلف على البقية لا هن مؤتمانين أولا على احترام سيادة لبنان وهن مدعوين إلى العودة إلى سوريا وفيه إجراءات بتتخذ هلأ فيه إجراءات بتتخذ هلأ لبدء التخفيف من الأعباء خلينا نركز شوي عما يجري في سوريا اليوم يعني عم بتشوف البعض عبيعتبر أن رح يكون في حركة نزوح أكتر تجاه لبنان يعني لما ملك الأردن قدام الأمم المتحدة بيقول لا يعني بشق يكون الرئيس السوري يسيطر على سوريا رح يكون فيه أوضاع عسكرية جدا يعني بدها تصير خاصة بشرق الفرات عندك رح يكون في حركة نزوح البعض بيتوقع كمان عودة حزب الله إلى الانخراط أكثر عسكريا في سوريا لدعم الوجود الإيراني إضافة نحنا شو عم نعمل أحدودنا سيدنا شو بده يصير شو المطلوب نعمل أحدودنا مابعف عم بسألة المطلوب نضبط كل أحدودنا كي بك تضبطها نحنا ما أنا ما أنا علاقة بن عم بصير بسوريا المطلوب وضع خط أحمر وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية بالكامل هذا دورنا نحنا مين دورنا اللي بيصير بسوريا اللي بيصير بسوريا مقلة علاقة فيها لا سألت سؤال مهم أنه نحنا لازم نمنع حركة النزوح من داخل سوريا إلى لبنان بس نحنا لازم نتفرج على حركة المؤاتلين اللي عم تروح من لبنان تتشارك بالحرب بسوريا هاي المعادلة هاي المعادلة ولا دولة بالعالم تحترم حالها تلتزم بالدستور والقوانين عندها سيادة تقبل تحط هاي المعادلة بهذه الطريقة ضروري نسكر حدودنا بالكامل على حركة الدخول إلى لبنان وعلى حركة الخروج من لبنان وإذا ما حميدنا حدودنا بهذه الطريقة نكون عم نعمل شغلتين خطرين أول شي نعم عم نكرس الخطر على تغيير هوية لبنان بالكامل من خلال حركة المزوح المتجدد ومنكون عم نكرس لبنان منصة للمشاركة بالصراعات الإقليمية ومنها ما يجري في سوريا على قاعدة أولا الالتفاف على الديان آي اللبناني بصيغته الميثاقية اللي بيحكي عن حيات أولا ثانيا نلتف على القرارات الدولية يلي بتطلب أن تكون السيادة للدولة اللبنانية وأجهزات العسكرية والأمنية لوحدة ثلاثة عم ننقض على إعلان بعبدة أربعة كل المحاولات يلي عم تحكي عن ضرورة إنقاض لبنان وتحييله عن السراعات العربية والدولية بنفس الوقت بيكون عم نضربها يعني عمليا نحن نغتال نغتال إذا حدث هذا الأمر من جديد إمكانية استنهاد السيادة اللبنانية وبعتقد على الدنيا السلام بهذه العملية إذا منبرر حركة عبور من معابر غير شرعية للنزوح السوري وحركة عبور لمقاتلين من لبنان إلى السوري هذا إذا صحت القراءات التي تحدثت عنها حضرتك في هذا السياق أستاذ زيادة الصائغ عمليا النازحون اللاجئون هون موجودين في لبنان إلهم حقوق على لبنان كل لاجئ وكل نازح أولا عليه واجبات قبل أن يكون لديه حقوق باللجوء السوري ما في واجبات يعني لحديث هالي عم تشوف بس أنا بلشت التل اقتصاد غير شرعي ما في دفع درايب كله على على حساب البنية التحديد اللبنانية هيدا مين سببه مين سببه بترجع عن السبب حضرتك عم بتركز على اللجوء السوري أنا عم بركز على كيف أديرت هذه الأزمة منذ العام 2011 لو نحن عملنا مراكز مؤقتة حدودية ما كان لدينا تشتت نازحين السوريين بكل أراضي اللبنانية ثانيا لو ذهبنا باتجاه تنظيم سوق العمل وضبط إجازات العمل وتخصيص القطاعات التي يمكن أن يعمل فيها السوري ما كنا وصلنا لهون ثلاثة لو ضبطنا وجودهم في النطاقات الجغرافية اللي هن قاعدين فيها من خلال العمل بتقوم فيه البلديات والتحادات البلديات ما كان وصلنا لهون لو كنا وقعنا بروتوكول تعاون مع المفايدر على شؤون اللاجئين حطيني لها واجباتها بنقابل حقوقها يلي نحترمها نحن بالقانون الدولي ولكن فيه واجبات عليها ما كنا وصلنا لهون خمسة لو طلبنا من لبنان أن يتقدم بطلب أن يكون عضو مراقب في مسار جناف مسار الحل السياسي تحت يناقش موضوع اللاجئين والنازحين السوريين على أرضه ما كنا وصلنا لهون ستة لو ما متورد فريق لبناني بسوريا ومساهم بتهجير كمان نازحين سوريين إلى لبنان احنا ما كنا وصلنا لهون سبعة سبعة في لجنة خمسية عربية لجنة خمسية عربية طلبت من نظام السوري مطلبان وقف تصدير الكابتاجون وتسهيل عودة النازحين السوريين ما بدأ متحق بس لبنان هل قام بقى مبادرة تجاه لجنة خمسية من مين بتنفجر اليوم تنفجر فينا جميعا ولكن مين رح يقطف ثمرة هذا الانفجار ولكن بدي أقل لك كمان أنا متفائل مثلا أنا متفائل رحقول لي لأنه في حكمة لدى الشعب اللبناني أنه ما يقوم بعملية مواجهة دموية بعتقد لدينا من القوى المجتمعية الحية أن يستطيع بهدوء بحكمة أن يقدم اقتراحات حلول ويبدأ المجتمع اللبناني حالة الصمود في مواجهة هذا الخطر ولكن بنفس الوقت علينا أن نبحث عن ضغط يقوم به الاغتراب اللبناني الاغتراب اللبناني على عواصم القرار لبدء تخفيف الضغط عن لبنان والأعباء انطلاقا من إفام عواصم القرار أن القضية لا يمكن أن تحتمل انتظارا لوقت الحل السياسي في لبنان لأنه لبنان أقرب إلى أن ينفجر بالكامل وأن ينهار فوق الانهيار اللي موجود فيه فأزن أنا متفائل أنه هناك عمل هادي عم بيتم تراكميا بالخارج في عنا أصدقاء لألنا أيضا في المجتمع الدولي بدأ النقاش معهم علينا أن نحافظ على العمل التراكم الهادي والانسياق إلى التعبئة السلبية والشحن الطائفي والمذهب هو يخدم الأجندا للقوى التي تمنع عودة هؤلاء وتدعي أنها تريد عودة خلينا ننتقل من أزمة اللجوء السوري إلى أزمة الفلسطينيين والعسكرة مخيم عين الحلوة اليوم ما في حل جزري عمليا اليوم في دخول للقوة الأمنية المشتركة إلى المخيم مرحلة اللي حقا رح يكون في انسحاب المسلحين من مدارس الأنوة عمليا شو فينا نسمي هذه الجولة من المعارك يلي صارت بعين الحلوة مؤسف أن نعود إلى مظاهر الأمن الزاتي داخل المخيمات يعني نحن في مرحلة التسويات والمقيضات على حساب سيادة الدولة اللغنانية وبدل أن تطرح المنظومة المنظومة السياسية مستقبل هذا السلاح الفلسطيني انطلاقا مما جرى في مخيم عين الحلو خصوصا أن منظمة تحرير الفلسطينية أعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة لتسليم سلاحة ووضع زيتها تحت سيادة الدولة اللبنانية عدنا إلى الحلول الترقعية وفي تقديري هكي رأتي أن ما نحن بصددي في مخيم عين الحلو هش لأن هناك من يسعى إلى تكريس منطق وحدة الساحات وهناك من يسعى إلى استعمال المخيمات اللاجئين الفلسطينيين جزء من الضغط السياسي في لبنان وهناك من يسعى لإستعمال هذه المخيمات ورق الضغط الإقليمي في ظل قمان بدء الكلام عن مفاوضات مفتوحة على المستوى الإقليمي إما لإيجاد حال عادل بالحد الأدنى للقضية الفلسطينية بما يريح الحال العربي بشكل كامل وتقود ذلك المملكة العربية السعودية وهذا جزء من الاشتباك ليس اللبناني اللبناني جزء من الاشتباك الإقليمي التي يستعمل فيها لبنان كساحة تصفية حسابات ومقايدة بدل ما كنا نشوف بعد هذه الجولة من المعارك حدا عم بيقلنا كيف بده يعالج مسألة السلاحة الفلسطينية اليوم عم نسمع أنه قوة أمنية مشتركة عم تدخل أوكي هذه محاولة للتهدئة بطبيعة الحال لأنه يجب أن نتفادح حمام دم في مخيم عن الحلوة كان البعض يريده وكان يريد طورية الجيش أيضا به وحتما يجب توجيه تحيي لحكمة قيادة الجيش في التعاطي مع هذه المسألة الدقيقة لأنه كمان المقارنات بين مخيم نهر البارد ومخيم عن الحلوة ولو تشابعت في الظروف نفس الطريقة بدي أذكر أنه تم الهجوم على حاجز للجيش اللبناني بمخيم نهر البارد وتم زبح عسكريين فيه وتم استجاب حاجز للجيش اللبناني بالمعارك الأخيرة أيضا بالوقت للجيش اللبناني ما له علاقة بهذه المعركة نوعية الاستدراج نوعية مشابهة بما يأكد أنه الأيدي هي أيدي نفسها المحاولات محاولات نفسها من المفيد للقوى السيادي الإصلاحية والقوى المجتمعية الحية أن تطرح على الطاوي لمسألة السلاح الفلسطيني ليس فقط داخل المخيمات ولكن أيضا خارج المخيمات لأنه هذا يخضع هذا يخضع لمساج جيو سياسي مترابط وهناك من يسع إلى استخدامه ليس فقط في لبنان ولكن أيضا على المستوى الأقليمي وربما أيضا لتكريس أنه قادر على المقايدة والمفاوضة في هذا الملف واستعمال في فلسطين ولبنان ورقة لتكريس النفوذ في المخيمات هل بيخاطر باستعمال الورقة الفلسطينية في المواجهة مع إسرائيل يعني اليوم عندك ملف ترسيم لحدود يلي بده الاستقرار أمني عندك اليوم عم نحكي بالترسيم البري أوكستين بده يجي شهر الجي بدك نخاطر ويكون في مخاطرة باستعمال السلاح الفلسطيني أو يعني هيدا الجو بوحدة الساحات تجي إسرائيل في محور يستعمل كل الأوراق وهو يشرع لنفسه الشيء ونقيته في الوقت نفسه عمليا لكن اليوم مخيم عين الحلو بتعتبر ميزين القوة في يمين لمين لا يميل لأحد هو يميل إلى التفجير والتفجر وهذا شيء خطر ولكن المشهد السياسي بمفاولات بده واضح أنه تقعد فتح تقعد حماس مش قاعدت المجموعات الإسلامية قاعدت مع حماس يعني عمليا في حد عم يحاول يكرس معايدة جديدة أنه مش فيه منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي فيه أيضا حماس حلق مخيم نهر البارد نحن كنا مضطرين أيضا ولكن برئيس الحكومي في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع السفير خليل مكاوي حين كنا مضطرين أن نتكلم مع الطرفين بطبيعة الحال ولكن حينها رغم أنه كان فيه اشتباك دومة في غزة بين منظمة تحرير الفلسطينية وحماس كان فيه تفاهم لطبيعة ضرورة التلاق الفلسطيني الفلسطيني في لبنان لأنجاز هذه المعركة ضد الإرهاب أما فيه مخيم عين الحلوي فواضح أن هناك من أراد تكريس معادلة أنه فيه وحدة صحات فيه مواجهة سلاح الشرعي الشرعي بين مصدوجين ما تسميه تسميه الشرعي الفلسطيني أنا كاللبناني كل سلاح لا يأتمل بعمرة الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية اللبنية هو سلاح غير شرح إلى أي مدى بشكل اليوم مخيم عين الحلوي بالاشتباكات يلي حصلت أيضا بالسلاح يلي جويت وحتى نوعية السلاح وعم نشوف قديش عبتوصل كل الاشتباكات إلى أحياء مدينة صيدة يعني اليوم الضغط مش بس على المخيم إنما على كل المحيط هيدا شو بيولد هيدا بيعيد أي معادلة موجودة اليوم منرجع للماضي منرجع شو بيصير بعيدنا خليني أقول كمان ثلاث معادلات بدون نبحث أولا هل المشكلة في لبنان في المعالجة الموضعية لبعض الأسلحة أو يجب معالجة معادلة السلاح على شكل غير الشرعي بشكل كامل في لبنان هيدا مرحيسي اللبناني بأجندة غير لبنانية وغير اللبناني بأجندة غير لبنانية والمعادلة الثاني إنه من ضحي من هم ضحايا هذا السلاح إن اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وهيدا نقطة مهمة بدنا نتبالع مدفع تمن هذا السلاح غير الشرعي والنقطة الثالثة لماذا تخلفت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2006 بعد طولة الحوار الوطني وبالاستناد إلى اتفاق الطائف وبالاستناد للقرارات الدولية بالنزع السلاحي تحتنا خمسة ستعش 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 ثماني اتفاقية القاهرة عام 1987 بقانون في مجلس النواب رقمه 25 أسقط اتفاقية القاهرة يعني احنا مش إنه نطرنا اتفاق الطائف احنا بال87 أسقطنا اتفاقية القاهرة طيب لماذا تتخلفت هذه الحكومات ومن منعها مش بس عم بحكي عن سلاح الفلسطيني داخل المخيمات لأنه كمان عم ننسى نحنا عم ننسى إنه في سلاح فلسطين خارج المخيمات وشريط وعندك بالنعمة نعم شريط الخطورة خلينا شفنا الملفين الأمنيين الفلسطيني والسوري تداعيات البعض بيعتبر أنه هود الملفين السخونة الأمنية بأسره بالخيارات الرئاسية ملف الرئاسي اليوم في عوامل استراتيجية كبيرة محطوط قدامها عندك الداخلية والخارجية فرئاسة الجمهورية اليوم شو هي المعركة تبعة ليش المخاطر على الجمهورية وليش في قلق على الجمهورية لأنه الاشتباك مش على رئاسة الجمهورية ولكن على على الجمهورية بحد ذاتها ومصير على هويتها على قيمة على وظيفة لبنان ودوره في المنطقة على الميزات التفاضلية التي كان لبنان يتمتع بها على كل المستويات التربوية والاستشفائية والسياحية والأكاديمية وحتى على المستوى الديبلوماسي لبنان لعب أدوار تاريخية على المستوى الديبلوماسي بمنظم الدول عدم الانحياز بمشاكل كبرى في العالم لبنان أدى دور بدبلوماسيته فعال جدا من يعتبر من يعتبر بالإذن بعض التصريح أنه في تعطيل للدول المروني في لبنان هو يخطئ في هذا التعبير في اغتيال الجنهورية اللبنانية واعتبار واعتبار أنه الشغور الرئاسي هو تعطيل للدول المروني هذا موقف حليف لمحور الممانعة حليف مئة في المئة لأنه محور الممانعة دامي كل سرديته على الموقع الشيعي كل سرديته أنه نحن ما نقرر من يكون في رئاسة مجلس النواب ما فيكن تعطولنا لألنا رئاسة مجلس النواب وبيقول أنه الأقوى في طائفتي هو الذي يجب أن يحكم نحن ما فينا نقابله ونقول بنفس السردية أنه هيدا تعطيل للدور المسيحي أو للدور المروني لا رئاسة الجمهورية هي معنية بحماية قيم الجمهورية اللبنانية والأمن القومي للجمهورية اللبنانية والأمان الإنساني للشعب اللبناني هيدا قوة رئاسة الجمهورية في لبنان ومش مزبوط أنه رئيس الجمهورية منزوع الصلاحيات بالعكس اتفاق الطائف وضع رئاسة الجمهورية في المستوى الأعلى في مستوى الحكم في مستوى القادر أن يقول كلمة خلينا نرجع نحدد طبيعة الاشتباك في البلد والنقاش اليوم في تقديري بمن يقود مفاوضات في لبنان ولا أتكلم عن القوى السيادي الإصلاحية لأنه وقفة واضح ومواصفات واضحة وبرنامج الإنقاذ واضح وقوى المجتمعية الحية نفس الشي قوى الاختراب نفس الشي وين المشكلة؟ هناك محور في تقديري في المتابعة التراكمية وفي المعلومات المتوفرة أنه بدأ يطرح تعديل طبيعة النظام في لبنان طبيعة النظام؟ نعم طبيعة النظام يعني؟ يعني هذا الاتفاق الطائف لا يوجد كامل ويجب علينا أن نبحث عن عقد اجتماعي جديد مش هناك الخميسية الدولية واضحة بموقفة تطبيق الدستور وتطبيق كل مدرجات طائف حتى سعودية بهذه النقطة بالزيت ملتقة تأثير المدني من العام 2012 عم بيقول في بنود أساسية باتفاق الطائف لم تطبق المادة 95 من الدستور لانتقال إلى دولة المواطنة لمركزية الإدارية الموسعة إنشاء مجلس الشيوخ قانون انتخابي خارج القيد الطائفة من بعد ما تكون عملت مجلس الشيوخ وعملت ضمانات للطواقف حصرية السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وحياد لبنان عن الصراحات الأطنية والدولية النظام عمليا شو بدي يصير اسمه هذا النظام يعني الطائف أوكي متنسكين نحن بالطائف ممكن يصير فيه تعديل للطائف أو إدخال عليه ما حدا قال إنه ما فيه ثغرات باتفاق الطائف قد يكون هناك ثغرات يجب معالجتها بس يجب تطبيق اتفاق الطائف أولا حتى تنعرف وبتعالج الثغرات عازي بس مش تقولي بديك أنا بدي أغير طبيعة النظام شو يعني طبيعة النظام فيه فريق عم بيطراح أن يوم البلد ما بقى قائمة على المناصف ما نرجع للمتالة قائمة بنا نرجع وأصلا ما فيه متالة فيه أحدية هلا هناك فيتوكراسية في البلد هناك من يضرب يده عطاولة ويقول كلا ومعطل كل النظام اللبناني هلا بكل مؤسساته أنت لاقى مفاقد القوة اللي عم يملكو فيه فريق تاني برايح باتجاه آخر أنه خي يخدونا على فدرالية أفكار كتير لا مركزية الإدارية الموسعة ما هي شكل من أشكال الفدرالية رجاء ومش لأنه اتفاق الطائف فشل ومش لأنه الصيغة فشلت ومش لأنه نحن عنا دستور مش مظبوط نحن وصلنا لهم لأنه فيه سلوك وأداء سياسي للوصول لأنا فيه سلوك وأداء سياسي فيه تحالف بين مافيا فساد وفيه تحالف بين مميشة غير شرعي كلهم كمان تواطعوا مع بعضهم تحت يعطلوا الدستور اللبناني والنظام اللبناني هناك من يسعى في هذه المرحلة أن ينقل الكلام عن مل الشغور الرئاسي بكلام عن أننا نحتاج تعديلا في النظام وفي الدستور اللبناني بما يعني تحقيق مكاسب سياسية باعتبار باعتبار أنه قام بانتصارات على المستوى الإقريمي وأن الفريق الذي يحتمي بالدستور هو فريق خاسرة هذه المعركة وهذا وهم من أوهام فائد الخوف طيب أمير قطر لما حكي قدام الأمم المتحدة كلمته كان كلامه كتير واضح عم بقول ضرورة إيجاد حل مستدام للصراع السياسي في لبنان للفراغ الرئاسي في لبنان وإيجاد الآليات لعدم تكراره يعني بكلام آخر عم بقول أنه نحنا بدنا نجيب حل لا ما يصير عندنا بقى فراغ وشغور رئاسي حل مستدام هذا الحل المستدام لك أنه كمان عم بيقلك أنه تفضل بدنا نحكي بالثغرات الموجودة باتفاق الطائف عظيم ما كنا عمله إذا فيه ثغرات هيدا عم يمهد لشو عم يمهد لتعديل أوشه ما فيش صراع سياسي في لبنان فيه فريق فيه فريق مسلح في لبنان عم بيستعمل فقد للقوة طبعه من خلال اعتبار أنه هو جزء من اللعبة الديمقراطية ولكن هو يحتمي بسلاحه وبيحتوي بمحتوى بمحور إقليمي وهو يستعمل فائد القوة في المسار السياسي اللبناني في الوقت يلي في قوة سيادي إصلاحية عم بتقول أنا أريد تطبيق الدستور اللبناني أنا أريد تطبيق قرارة دولية أنا أريد تنفيذ الإصلاحات وأنا بدي روح أبعد من هاي بدي أمن حيات لبنان وأنا روح أعطيك مثال بسيط ستو عب بس تقالي كيف كيف عم بيشتغلوا رياض سلامي اختفى مش معروف جميع اختفى بطولات حاكم مصرف لبنان بطولات جويز بطولات هلأ بطولات هو عم يصلح واليوم الإنجاز عن المجلس اجتمع المجلس المركزي وقرر إنه يأمن الرواتب عمدة شهرين اجتمع وقرر يأمن ما الرواتب كانت مأمنة على كيف أمن كيف قبل كانت سايرة فما بتسوى وهي ما بتسوى وهلأ هو عم بيأمن وبعدين كل يومين ثلاثة تعمين جديد ومؤتمرات صحفية وبروباجندا إنه دعيتنا المملك العربية السعودية تنزورة بعدين من اكتشف إنه في دعوة من اتحاد المصارف العربية هاي البروباجندا يروحوا يخيطوا بغير هالمسلة شو قفضهم منه؟ إنه المنقذ من الضلال يعني لحديث هلأ بتعتبر أنه منصوري منصوري بعده بنفس السياسة القديمة أنا ما بعرف مين منصوري أنا ما بدأ تعطى بالأشخاص ما بعرف مينهم ما بيهمني مينهم الرأي العام بيعرف مينهم أنا ما بيهمني مينهم أنا ما بيهمني مينهم أنا ما بيحكي عن الأشخاص أنا عم بيحكي عن البروباجندا المعمولي واستمرار سوق الحوكمة ولكن تجميل سوق الحوكمي باعتبار باعتبار انه عندما نمسك نحن القرار نحن نصوب المسارات المسار بعده مكملهو ذاته الانهيار بعده مكملهو ذاته لا الشفافية منا متوفرة من وين عم تجي الدولارات هلأ تتروع على الخطاع العام بعدين كيف يعني الخطاع العام هلأ صار بيقبط بالدولار بالوقت اللي كان قبل يقبط باللبنان ويقلبع على الدولار شي مش مفهوم صلنا جمعة تانية تلاتة منسمع وقفنا صيرفة ورح نعمل بلومبرج بعدين قلنا نحن ما رح نقبل تمويل الدولة اللبنانية وفاجأة هلأ عم نمويل الدولة اللبنانية يا سيدتي رجائعا بغض النظر على الاشخاص كل الاحترام لكل الاشخاص باشخاصهم نتكلم عن مسار حوكمي قائم على الاحوكمي وقائم على الضببية وقائم على بهلوانيات تضرب السياسات العامة ولا تؤدي الى انقاذ لبنان وانا لو في نهج اصلاحي جديد كنا عم نشوف اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيكون رأس حربة فيه مصرف لبنان مش بينسحب منه بالكامل وبيعتبر انه هايد الحكومة دورها بالمرحل السابقة بالمرحل السابقة مين كان المسؤول عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي مين كان محطوط بالواجهة مصرف لبنان هلأ ما قلنا علاقة دور الحكومة معنى انه لحديث هلأ ما في عندك السياسة عامة واضحة وصندوق النقد الدولي اللي اجه هديك الجمعة وفال عنده خيبة امل وعملنا نفس البيان اذا شوي يمكن روتش شوي بس كمان ما اثر بالسلطة عمليا صندوق النقد الدولي بيضل في عنده هذه القوة هل اندفاعه تجاه لبنان ولا لا لبنان ليس متروكا دوليا فاذا نعيد هيك مطمين بالون انه مصارير مرحي مرحي خلوك توصل للاخي لبنان ليس متروكا دوليا والابتزاز مستمر لبنان في عين دولية علي في عين عربي علي ولكن ما في عين عربي ودولية بتقدر هي بتنقذ لبنان في مسئولية على القوى السيادي الاصلاحية التغييرية في لبنان واتأكلم ان كان على المستوى البرلماني ان كان على مستوى القوى المجتمعية الحية انه تعيد تنظيم صفوفة توحد رؤيتها تخرج من التكتيك وتروع على استراتيجية المواجهة وهذا بده عمل تراكمي وهذا ما في يعمل الداخل اللبناني لوحده بده يتلاقى مع الاغتراب والاغتراب عم بيقوم بدور استثنائي بهذه المرحلة وهو ينظم صفوفه ونحن في ملتقى التأثير المدني لدينا تجارب مع اصدقاء لقلنا في لجنة التنصيق اللبنانية الامريكية لجنة التنصيق اللبنانية الفرنسية لجنة التنصيق اللبنانية الكندية والان هناك عمل على دول اخرى بده تفهم الدينامية الداخلية انه الاغتراب سبق بتوضيح طبيعة المواجهة وبتوحيد الرؤية للمواجهة وعم يعمل الضغط يلي عم يقدروا عليه وبدك بنفس الوقت التواكب ما تقوم به الخميسية الدولية اللي المواكبة من الداخل اللبناني حتى الان منع على نفس المستخدر عظيم منع على نفس المستخدر بكرة بس يرجع لدريون شو بدنا نسمع منه عملية عندك هلأ كمين ما تنزع في موفد قطري موجود ببيروت هل بيتكاملوا المهمتين او في افتراق بين المهمتين ما في دور فرنسي بقى بالبنان خلاص ما رح يجي يعني بدريون في علاقات عامة لا علاقات عامة يعني بيجي بيعمل زيارة بيشرب قهوة بيتعشى بيتغدى بيعمل اتصالات بيسمع بس تقول انه نحنا موجودين بس انه ما في دور الفرنسي منذ المبادرة الاولى بعد تفجير مرفق بيروت انتهت دور الفرنسي هلأ في ناس مصررين انه في دور لا ما في دور فرنسي في محاولة فرنسية للقول انه نحنا موجودين باللبنان وعم نهتم وانا بقول انه هيدا الدور انه يقولوا انه احنا موجودين وبعدنا عم نعلي الصوت هيدا ما انه دور هيدا عمليا يعني اللبنان دور سلبة ولكن في الاداء في السلوك في المبادرات نعم هلأ من جهة تاني في حدا عم بيستثمر بالدور الفرنسي انه قالوا اين بلا لودريان اجا وشجع على الحوار بعدين لودريان قال انا ما انا ما قلت انا ما قلت انا ما قلت حوار انا قلت لبا صار عبيه بالنقاشين نعم بغير شيء تاني نقطة تاني الدور القطري ما بعرفش طبيعة الدور القطري وعمليا اذا ما نحنا ساعاتنا حالنا بالداخل واتكلم عن قوى السيادي الاصلاحية تنظيم صفوفة وتوحيد رؤيتها بالستراتيجية يلي هي التفاق الطائف المادة 95 لمركزية انشاء مجلس شيوخ استكمال مصار مواجهة السلاح غير الشرعي بالطريقة السلمية ديمقراطية دينامية الاختراب لمواكبة الدينامية الداخلية كمان بالضغط لتنفيذ القرارات الدولية وتحييد لبنان عن الصراعات الاخليمية والدولية واخر شيء رفع مستوى القضية اللبنانية الى اعلى مستوى خليني اقول من النقاش في المسببات وليس النقاش في العوارض ومنهم هون بيدخل موضوع عن نزوح السوري والوجوء الفلسطيني المعسكر هاو دي كلهم بدي يتناقش في ملفات مع الاصلاحات البنيوية الاقتصادية الاجتماعية المالية هولي بدي يكونوا منهمات واجندة الرئيس المقبلة؟ بطبيعة الحال اي رئيس او رئيسة اكيد ممكن تكون رئيسة يعني عنا عدة مرشحات بس انه لانه بالمطرح او بالمطروح عنا كلهم اسامة رجالي من قائد الجيش لاللواء البيسر لعدد من النواب المتداول باسمه اي رئيسة جديدة انا هلا ليه؟ ما بعرف احنا عم نقول ما هو متدور ما عنا هلا ما عنا ما عندي معلومات ما بعرف لا اي لاش لا ليش مش رئيسة يعني نحنا لبنان بيستاهل كمان انه تكون اول امرأة في شرق الاوسط رئيسة جمهورية لا لا يعني بالعكس الكلام الان هو ليس على مواصفات الرئيسة والرئيس اضيف اليهم من اربع خمسة شهر الكلام عن برنامج الرئيسة أو الرئيس ولكن هناك من نقل الاشتباك من مواصفات الرئيسة والرئيس وبرنامج الرئيسة والرئيس النقاش إلى طبيعة النزام اللبناني بما يعني أنه يسعى إلى أن يحقق مكاسب سياسية بسبب اعتباره أنه انتصر بفاق القوة وكل مرة بأكد عكس ذلك بيكون عم بأكد أكتر أنه عم بيناقش في طبيعة النزام هل بدنا ننطر اليوم نتائج المواجهة الأمريكية الإيرانية بهذا الصدد على الاعتبار أنه إيران لن تفرج على الورقة اللبنانية ولا لا ما بيهم شو عم بيعملوا الأمريكان والإيرانيين مثل ما بيهم كما شو عملوا السعوديين والإيرانيين ما بدك نقطة طلاق الدولي للإفراج عن الرئيسة إذا نحن بين دينامية الداخلية ودينامية الاغتراب والعمل الدبلوماسي التراكم الهادي بعتقد قادرين أن نقدم نموذج يؤكد على تحييد لبنان عن كل ما يجري بين إيران وأمريكا وبين إيران والمملكة العربية السعودية يلي بيوصل بيكون عم بيحكي بمشكلة طبيعة النزام معنى أنه عمليا زاهب إلى التشدد ما أنه رايح بمرونة إلى طب عظم لكن شو السبب الإضافي يلي بديو يخلي هذا الفريق المتشدد أنه يبدي بعد المرونة السياق التاريخي يعني يعني آخر شي اللي بيسعى إلى تغيير هوية التي يعيش فيها تتغلب عليه الهوية الهوية اللبنانية سوف تتغلب على محاولات تغيير وهذا سياق تاريخي وهذا عند هاجل جزء من الجدلية في التاريخ يعني من يراهن على أنه قادر على أنهاء الاختبار التاريخي للبنان عليه أن ينتظر أن اختباره هو سينتهي وسيبقى الاختبار التاريخي للبنان عندك تفاول أكيد أي متى رح يكون في رئيس مش مهم مهم الجمهورية الجمهورية باقية الجمهورية باقية وسيكون لنا رئيسة أو رئيس الجمهورية وسيكون لنا نضال مستمر بناء على الدستور القرارات الدولية وعودتنا إلى الشرعية الدولية والشرعية العربية وأنهاء عزة لبنان الإقليمية والدولية إنجاز الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتحييد لبنان وصولا إلى حياده نعم هذا مسار ستقوم به كل القوى المجتمعية الحية في لبنان وفي الاغتراب ومع أصدقائنا في العالم الحر يلي عم بيسوق أنه فيه مقايضات في بيع وشراء هذا واقع حتى جوية المشهد السياسي الداخلي عندك مقايضات اسمعنا الحوار اسمعنا المقايضة بالمركزية بالصندوق الاقتماني مع الرئاسي سيد دعاء اللامركزية الإدارية الموسعة موجودة بالدستور موجودة بس المالية بدنا نزيدها سيدتي هاي دي كلمات بروباجندا شعبوية اللامركزية الإدارية الموسعة تستبطن حكما حكما لامركزية إدارية مالية شو يستفيد مننا يعني لما رئيس بطيار الوطن الحر بيحكي فيهم كبندين للحصول عليهم لقاء أنه بدوا شو؟ أنا مني على هالمستوى هيدا من قدرتي على فهم اللي عم بيقدون حتى مبارح مستوى أقل أقل من هيك صرت كتير شووش لك لا أنا ما مني على هالمستوى في مستويات أعلى أما بتقدرت متقدرت أربية ما بيقدر أربها تعتبر اليوم الحوار بين التيار وحزب الله بيأثر على المشهد الرئيسي ما اختلفوا هنة يتحاوروا هنة عم يتبادلوا أدوار عم يتبادلوا أدوار ليه؟ مشان شو؟ مشان يكملوا يعني بيبقى أنه بيت تاريخ يكملوا انقضاد على طبيعة الاختبار التاريخي لنظام لبناني حتى حتى التيار وطني بهيدا الجو أنا عم بحكي عن الحوار بينيته بينيته بس رح يوصل لوين ما بعرف كمان بعدني ما وصلت لهالمستوى من قراءة الغيب فيما يقومون به مع تقديري أنه هنة مش بختلفين بالاستراتيجية أبدا أي رئيس للجمهورية بديجي معه رئيس الحكومة رح يكونوا بيسل مشتركة أو أي رئيسة أو أي رئيسة شو؟ رح يجو بيسل مشتركة أو لا نحن في لحظة انقاضية تأسيسية يعني إذا ما كان في إنسجام بين رئيسة أو رئيس الجمهورية مع رئيسة أو رئيس الحكومة عمليا منكون عم نخسر الفرصة التاريخية ولكن هذا لا يعني أنه منشبه عملية مقايدة لا المطلوب المسار الديمقراطي أن ياخد مدى كما هو مثل ما بصير بالاستشارات النيابية الملزمة وبعدها تسمية رئيسة أو رئيس الحكومة ولكن بتقدير أنه كمان السياق التاريخي ما بقى تركلهم خيارات أبدا إلا أن يروحوا بهذا البرنامج الإنقاضي المتكامل كل حال تسوي هلأ كل حال ترقيعي على قاعدة أنه منملؤ الفراغ بالموقع المسيحي أو الموقع المروني بعتقد بيكون بعيد عن أنه يقرأ طبيعة الخطر على الجمهورية كلها والتي ستؤثر على كل أدوار الأحرار في لبنان من كل الطواقف ومن كل المذاهب حتى العلمانيين يلي بيعتبروا حالهم مش من تميين وسيؤثر عملياً على طبيعة ارتباط الاغتراب اللبناني ليس فقط بجغرافيا لبنان وبما سيقدموه للبنان في أي مرحلة إنقاذية تحمل هذه البنود الإصلاحية بشكل متكامل لهون بتخلص حلقتنا أهلا وسهلا فيك المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ بشكرك على هذه الحلقة شكرا كمان بشكر كل المستمعين والمشاهدين اللي تابعونا عبر فيديو الدوت مي وفوس اوف لبانون مية فاصلة خمسة بشكر الجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة